السلام عليكم حبيبتي أهلا وسهلا بكم اليوم في قناتكم قناة وصفات لكم اليوم حبيبتي إن شاء الله سأشارك معكم من أروع ما يكون من المكونات لتبييض الأسنان وإزالة الإصفرار وأيضا إزالة الجير وحتى الرائحة الكريهة اليوم حبيبتي سوف نستخدم مكون طبيعي سوف يكون رئيسي في وصفات اليوم إن شاء الله للعناية ببياض الأسنان صحة اللتة وكذلك بصحة الأسنان كذلك لدينا هنا ما يعرف بالقرنفل أو ما يعرف بالمصمار هذا المكون حبيبتي غنيش جدا عن التعريف لما له من فوائد صحية على اللتة وكذلك على الأسنان إذن حبيبتي بداية قبل أن نمر للتعرف على الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم الاشتراك في القناة وأيضا تفعيل زر الجرس أيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إذن على بركة الله سنمر للتعرف على طريقة التحضير إذن حبيبتي كأول خطوة سنأخذ تقريبا مقدار كمية من القرنفل أو ما يعرف بالمصمار القرنفل متوفر لدى كل العطارين وكذلك العشابين سنحتاج نحن هنا تقريبا لمطحون القرنفل يعني ما يعادل مقدار ملعقة صغيرة سوف تكفينا في هذه الوصفة لدي هنا مطحون القرنفل قمت بطحنه من قبل وأحتفظ به في عبوة محكمة الإغلاق سأحتاج ما يعادل هنا مقدار ملعقة صغيرة هذه الكمية كافية جدا جدا ثم سنحتاج كذلك إلى معجون الأسنان ولكن يستحسن أن يكون معجون أسنان خالي من الملونات يعني من الأحسن أن يكون معجون أسنان أبيض سأحتاج هنا كمية من معجون الأسنان يمكنكم استخدام أي نوعية بعد أن وضعت كمية من معجون الأسنان سوف أضيف مكون فعال ومكون قوي ألا وهو بيكربونات أسودا بيكربونات أسودا أو بيكربونات أسوديوم رائعة جدا لعلاج جير الأسنان الجير المتراكم كما أنه يبيض الأسنان يزيل لنا الإسفرار بشكل رائع وفعال سأحتاج هنا تقريبا إلى كمية مقدار رأس ملعقة صغيرة فقط لأن هذا المكون البيكربونات قوي جدا على الأسنان لذلك من الأحسن أن تقوموا بعمل الكيمية التي سأشاركها معكم كما ترون رأس ملعقة صغيرة فقط من البيكربونات بيكربونات أسودا سأضيف في الأخير عصير الليمون الحامد هكذا حتى نتحصل على شكل معجون ثم سنبدأ في دمج العناصر جيدا هكذا حاولوا أن تدمج المكونات جيدا مع بعضها البعض بالنسبة حتى لمن تعاني من رائحة الفم الكرهة بالنسبة إلى القرنفل فهو يمنح رائحة منعشة للفم كما أنه بعد دمجه مع هذه المكونات سوف يعمل لنا على تبييض الأسنان إزالة الإصفرار وعلاج حتى يعني نزيف اللتة لكل من تعاني من نزيف اللتة إن شاء الله باستخدامكم لهذه الوصفة سوف تعالجون هذا المشكل كما ترون قموا بالخلط حتى تصبح الوصفة على شكل عجين هذه الوصفة ستعمل حتى على إزالة الجير المتراكم على الأسنان لأن الجير المتراكم هو الذي يسبب كذلك نزيف اللتة بعد أن قمنا بطبيعة الحال بخلط ودمج كل المكونات تأخذون من الأحسن دائما أن تكون فرشات أسنان من الأحسن أن تكون رطبة لماذا؟ لأن هذه الوصفة سوف نقوم أيضا بها بفرق اللتة نأخذ فرشات أسنان نقوم بتبليلها أولا في الماء ثم نأخذ هذه الوصفة بهذا الشكل ونبدأ بفرق اللتة وكذلك الأسنان من الخارج ومن الداخل وأيضا نركز حتى على مناطق تواجد الجير هذه الوصفة إن شاء الله سوف تعمل على إسقاط الجير تفتيح الأسنان، علاج الإسفرار، علاج نزيف اللتة وأيضا سوف تقضي على البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وكل المشاكل التي نعاني منها سواء في اللتة أو حتى على مستوى الأسنان وصفة رائعة باستخدام هذا المكون السحري الفعال ستحصلون على نتائج رائعة وكذلك فعالة وفي وقت وجيز جدا أما الآن بالنسبة للوصفة الثانية يمكنكم استخدام فيها القرنفل بطريقة مختلفة وذلك لعلاج رائحة الفم الكريهة وكذلك لجعل رائحة الفم منعشة وعلاج الأهم من هذا النزيف وكذلك البكتيريا التي تعمل على التهاب اللتة إذن سنمر للتعرف على هذه الطريقة بالنسبة إلى الطريقة سنحتاج تقريبا ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة من حبوب القرنفل أو ما يعرف بالمسمار سوف نضعها في كسرولة وسنضيف لها كوب من الماء تقريبا كوب متوسط من الماء ثم سنضع الكل حتى تصل المكونات لدرجة الغليان وحتى يتغير لون الماء بعد ذلك يمكنكم استخدام هذه الوصفة كما ترون هنا بعد أن قمت بغلي القرنفل وكذلك قمت بتصفيته سأضيف هنا مكون رائع مكون ممتاز يعالج كل التهاب اللتة ويعمل على قتل تلك البكتيريا سأضيف هنا ملعقة صغيرة من الملح ملح الطعام أقوم بوضع ملعقة صغيرة من الملح ثم أقوم بالخلط أدمج جيدا العناصر مع بعضها البعض وصفة ممتازة حبيباتي يمكنكم الاعتماد عليها بشكل يومي ستعالج المشاكل التهاب اللتة وحتى كذلك الرائحة الكرهة والنزيف لمن يعاني من نزيف اللتة يمكنكم المضمضة بعد فرش أسنانكم بطبيعة الحال بفرشة أسنان ومعجون الأسنان كآخر مكون يمكنكم أن تقوموا بالمضمضة بهذه الوصفة أو بهذا المحلول تقومون بتركه في الفم تقريبا مدة دقيقتين وأنتم تقومون بعملية المضمضة جيدا حتى نقوم بإيصال هذا المحلول لكامل اللتة بعد ذلك تقومون بإفراغ هذا المحلول ثم تقومون بغسل أسنانكم فقط بالماء يمكنكم الاعتماد على هذه الوصفة ثلاث مرات في اليوم ستعطيكم نتائز رائعة وهكذا سوف تحلون جل مشاكل الأسنان وكذلك اللتة بالنسبة أيضا للوصفة الأولى التي قمت بمشاركتها معكم يمكنكم الاعتماد على هذه الوصفة يعني من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع لأنها وصفة قوية استخدمنا فيها كما ترون استخدمنا البكاربونات وكذلك عصير الليمون الحامد لذلك ليس عليكم استخدامها بشكل يومي ثلاث مرات كافية يعني حتى تصبح الأسنان بيضاء وكذلك يتساقط الجن بعد ذلك تتوقفون عن استخدامها إذن كما رأيتم باستخدام هذا المكون السحري الذي هو القرنفل يمكنكم علاج المشاكل الأسنان وكذلك اللتة إذن حبيبتي كما ترون كان هذا هو الفيديو اليوم أتمنى أن أكون دائما قد أفدتكم بوصفات اليوم إذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال حبيبتي لا تدخلوا علي بالضغط على زر لايك أكثروا من الضغط على زر لايك حتى يستفيد الكثير من المشاهدين وكذلك لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو لتشجيع حبيبتي وبطبيعة الحال شاركوا هذا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف وفي مواقع التواصل الاجتماعي إذن سنلتقي إن شاء الله في فيديو آخر ودمتم حبيبتي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر